ناخد كمان مكالمة معنا الأخ إبراهيم من المغرب أهلا وسهلا أخ إبراهيم ات معانا على الهوى بس النور بس الخيرات حبيبي إبراهيم أهلا وسهلا أنا أعرفك على طريق يوتيوب أعرف قناة على يوتيوب ويشرفني ويسعيدني أني أتفتحني فرصة الاتصال بكم شكرا أخ إبراهيم أنا أفتح جدا لدي سؤال فيما يحص موضوع الحالة عن الفداء موضوع الفداء في المسيح هل نكون مسيحيين مثلا أنا بالمناسبة عابر كنت مسلم سابق حتى نوضح الأمور لست مسيحي الولادة لست مولود مسيحي لكن تعرفت على الرب وتعرفت تعرفت على الرب يسوع المسيح لو المجد وتعرفت وأصبحت إيماني في نمو رويدا رويدا لكن هناك دائما تساؤلات فضل فيما يحص سؤالي هل يعني بمجرد أننا مسيحيين يعني بغض النظر عن أخلاقنا وتصرفاتنا هل بمجرد أننا مسيحيين سندخل يعني الحياة الأبدية ملكوت السماوات الكل مسيحي سؤالك كتير كتير مهم يا أخ إبراهيم وبتمنى المسيحيين المسيحيين اللي بشاهدونه كمان يسمعوا الجواب تفضل أخي يوسف الجواب قاله المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات اعتراف الشفاتين مهم لكن لكن مش هو ده الأهم ماذا عن قلبك فإذا قلت أن الرب هو ربي عليك أن تثبت وتبرهن ذلك بحياتك أما أن مجرد أنك تقول أنه هو ربي طب ماشي هو ربي الشياطين يؤمنون ويقشعرون لكن حيفدهم إيه إيمان الشياطين إذا كانوا عايشين في نفس الخطايا فإذا محتاجة توبة ورجوع لله أنك لما تعترف أنه رب يكون اعترافك بكل قلبك ده مهم جدا فمن يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات أو كما قال رسول بطرس للمسيح فمن يستطيع أن يخلص في الحقيقة احنا ما نقدر شي بس هو يقدر لكن مش كل مسيح هو مسيحي يعني هاي اللي بنوضحه لا 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 ما هو اللي بيقول يعني رب كتار لكن هال كل من يقول عشان كده قال بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات في الحال الموضوع صعب علينا لكن مش صعب على الله وأنا دوري في الخلاص إيه أني آجي للرب معترفا بحكتي إلى الله يا رب أنا محتاج لك أنا بدونك لا شيء أبدا أنا يا رب بدونك لا شيء فأنا محتاج رحمة منك ومحتاج قوة من عندك الولاد أصدقل الخلاص من ضمن أسماء ولادة جديدة يعني الله بيولدك من مصدر جديد قال الكلام ده لنخودي موسو وهو شيخ قال طيب زي رجل شيخ زي يدخل مطنمه قال لا من غير ما تدخل مطنمك أنت محتاج تتولد من مصدر جديد اللي هو الله لما تتولد من الله حيدي لك طبيعة إلهية حتبقى شريك الطبيعة الإلهية دي الولادة من الله وحيدي لك عطية الروح القدس حتعيش حياة تكرم ربنا مش مجرد إنك تقول يا رب أو إنك تغير في الشهادة ولا في البطاقة ولا في أي حاجة خانت الديانة من إله لا ما دي ما تقضيش مصلح ولا لها قيمة يعني بتأمل إنك سمعت الجواب أخي إبراهيم وبحب أكدلك إنه مش كل مسيحي هو مؤمن حقيقي بالنسبة للرب إما إنك تكون في الإيمان في يسوع المسيح في المسيح أو خارج دائرة المسيح ما فيش شيء اسمه الوسط الوسطي لا إما مؤمن أو غير مؤمن بغض النظر شو خلفياتنا مسيح مسلم يهودي بوذي أي شخص مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص موسيقى 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 موسيقى